بسم الله الرحمن الرحيم مع سعاد الله وقاتلكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر وهذه الحلقة التي نواصل فيها سلسلة استعراض جملة الملازم الخاصة بالعميل الإيراني حسين بدين الحوثي ومواصلة مع الملزمة الأخيرة التي أخذنا فيها أربع حلقات سابقة وهي ملزمة التي تحدث فيها وأعلن فيها حسين الحوثي مع الدوائر الإيرانية في اليمن الصرخة أو صرخة الخرابة الإيراني وذاكرا في هذه الملزمة كافة المشوغات والخلفيات الخاصة بإعلان الصرخة في اليمن ونحن بدورنا ناكشنا هذه الملزمة واستطعنا من خلال الحلقة الماضية والحلقة هذه والحلقة الكادمة باستخراج وكشف والكب أو توضيح كافة مواطن الكهنوتية التي امتازت لتسبه الحوثي كذلك العمالة والتبعية والانقياد للأفكار والقمينية والإيرانية في هذه الملازم كذلك أيضا وضحنا بأن هذه الملازم خالية ومجردة تماما عن أي هدي من القرآن الكريم كما يدعي الحوثي وبأنها مجرد دروس أو محاضرات مرتبطة بهذي إيران ودولتها الإيرانية كافة سلسلة حلقات تناكش وتفند الملازم لأسباب تحصن العقل اليمني والهوية والقيم وتحصن الاستكافة والثوابت الإسلامية من هذا التلاعب وهذا الكهنوت وهذه التي تسخر كلمة الله والقرآن وحتى نسب الرسول لنا الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا المشروع النازي الكهنوتي السلالي البغيض الذي اداسى وأهمى لكل القيم التي يجب علينا أن نتخذها في ظل مصوغات وظل أمالة وكحة واشرة ومفضوحة للدولة أو الدولة الخميني في هذه المسرحية التي تديرها المؤسسات الصهيونية الدولية للتلاعب وتميع الإسلام وأيضا التلاعب بحقوق والعقل العربي بصورة عامة نحن أمام استحقاق تاريخي هام جدا ونحتاج إلى يكظة عقلية ترفض العواطف وترفض هناك فرص هائلة هذا الانتشار هذا العالم هذه العولمة هذه الوسائل الإعلامة التي أصبحت تخاطب العقول العقول امتلكت في هذه اللحظة ومن الزمن الكثير من المخاطر والكثير من الفرص من ضمن الفرص أن تستطيع أن تطلع نستطيع أن تنتشر الكلمة والعبارة والفكرة والمفهوم والمكابل هناك آلاف من الفضائيات والصحون اللاكطة والقنوات التي تعمل على تضليل وتشويه وتغيير وتميع التاريخ والمفاهيم والقيام والهويات لصالح مشاريع أبرزها المشروع الصهيوني والمشروع الأم الذي يحاول التلاعب بالعالم وتميع وتمسل ثغافة الإسلامية بإسم المتأسلمين بإسم من يدعون العداء لليهود بإسم من يدعون الانتماء إلى الإسلام لن يأتي الصهوني ليدمر الثكافة العربية والإسلامية بمستخدما أحد المائعين أو الليبراليين أو المتحررين لكنه سيستخدم لحية تدعي محاربتها لليهود ثم يكون بتسميم المفاهيم بوضع ثكافة الموت وثكافة اللعنة وثكافة كل يجرد الإسلام من كل ثكافة التسامح والقتال في سبيل الله إلى ثكافة اللعنة وثكافة الغضب وثكافة الموت وثكافة الحقد والغل واللعنة الناس بكل ما يوفر ثكافة الانهزام والانهيار وثكافة التي لن ينصرنا الله بموجبها هذا الدس هذا التسميم الكبير جدا هو أحد أهم أبرز تخلف العقلية الليمانية وهو أهم السموم التي تأتي كما ذكرنا في الحلقة الماضية بأنه خلاصة ملازم هذا العميل الذي يعني من العجيب جدا أن تكره بعض الناس بيقولك بأن حسن بدر الحوثي هذا يبحر أو تبحر في علوم القرآن أو الحلغاء ما إلى ذلك وأنا لا أجد إلا مشعوذ جاهل لا يمتلك مكومات الاستفاف في صفوة الناس الدعاء ما بالك عالم وما إلى ذلك لأنه عبارة عن بوق يكرر ويردد ويفسر تحت إدارة الدوائر الإيرانية كافة مطلبات نشر التكافي الإيرانية فهو ليس أكثر من بوق ثم أنه بحد ذاته استدلالاته للآيات القرآنية في هذا الملازم استدلالات تقوم على التلفيق التأويلي تاره وتاره على التأويل التلفيقي في تاره أخرى بصورة فاضحة جاهلة لا يجد كما يقول بعض المتشدقين ديلمي ومش عارف من يقوله بأنه كان بحراً وأنه المشهود له بأنه بحراً في العلوم وهذا التسويق والتصعيد الاستهبالي بالعقول حسين بدرد الحوثي كان رجل فقير جداً في الثقافة لكنه كان يستطيع أن يتحدث يستطيع أن يتكلم يستطيع أن يشحن الجهلاء أن يعبع عقول الجهلاء بالمتشابهات وفق ثقافة طويلة بدأت من 88 ميلادية إلى 2001 تحت إشراف دوائر في إيران في طهران في قم تم إعداده وتغسل عقله وتجهيزه لوضعه ودس الفتن والأكاذيب ورسم هذا الرداء أو هذا الراية الإيرانية التي كان دورها التي تسمى الصرخة والتي من دورها هي ستة ستر والتغليف أو رفع راية إيرانية لتتصير كل عملية العمالة لإيران وتدنيس والثقافة اليمنية نواصل وفق الحلقات الماضية أهم في الحلقات الماضية ناقشنا كل مواطن التدليس وتفسير التأويل الذي كان بحسين الحوثي في سبيل تسويق الصرخة وكذلك مداخل الأساسية لإذكاء الفتنة المذهبية في عملية تميع العرب وتسويق إيران وحزب الله في الأربع حقات الماضية وضعنا المنظومة الجدلية والأعيبة اللفظية والتسلسل الذي فرضه حسين الحوثي يتسليلا إلى تكديس هذه الصرخة وتوقفنا عند إعلانه للصرخة في هذا المقطع نلاحظ اللحظة التي فيها صرخ وما أسوأ كلمة صرخ هذا المقطع كانت وصل بها حسين الحوثي في هذا المحاضر أو في هذا الملزمة إلى أنه قال نعمل شيئا فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل يعني ماذا نعمل يقصد تجاه الوضع العربي السيء والمزري تجاه الهيمنة الأمريكية والسهيونية في العالم خافة يقول طبعا هو أبرز مقومات صندان حسين الحوثي في خطاباته مع إيران أيضا هي استغلال واستثمار حالة الوضع العربي السيء فيقول أقول لكم أيها الأخوة اصرخوا ألستم تملكون صرخة إن تنادوا تملكون رسخة يتحدث أنكم تملكون رسخة وكأن الصرخة أجاءت بوحي من القرآن الكريم ألستم تملكون وابل إعلانها يقول ألستم تملكون صرخة يعني هنا فلتة تؤكد بأنه وجاء بها من إيران أصلا هي موجودة لأنه الله هو أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هذا هو مقطع إيراني هذا الشعار الخميني في الثورة أو ما يسمي نفسه ثورة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهو أكبر تاجر وعمل إسرائيلي وأكبر منع تاجر سلاح اعتمد في حربه مع العراق على إسرائيل نقول الله هو أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عن اليهود النصر الإسلام يعني بالنهاية الموضوع استفتاح بالله هو أكبر وانتهاء بالنصر الإسلام بينما ما توسطها هو عبارة عن شعارات الخميني بإضافة إلى اللعنة عن اليهود وهو لا يجوز على المسلم ليس بالعان لا يلعن أحد ثم يقول أليست هذه صرخة يمكن لأ أي واحد منكم أن يطلقها بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن في هذا القاعة فتكون تكون إذن ماذا نفعل المصرح هذا ما يريده عبد الحسين بدنيا الحوثي الصراخ لا يريد أكثر من الصراخ لا يريد الصراخ ترفع الرأي هذا كما ذكرنا بحقه في الماضي هذه الصرخة المستوحى من شعار الخميني في الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والمصممة من أعلام العالم الإيراني هي عبارة عن الرمزية الهامة التي تريدها المنظومة الإيرانية لإطلاق العقول اليمنية بهذا الشعار الموجود في كل مكان في عرض كل السلاح في كل الذي يحرص الحوثيون فيه على نشره في كل مكان هو عبارة عن راية إيرانية صرفة وعن شعار ليس عربي من عند الخميني لا يتمتلك هذا الشعار في تمني الموت للغير للعدو واللعنة على اليهود لا يتمتلك فيه أي قيم عربية أو مرجع إسلامي فالإسلام لا يحث على الموت ولا يحث على اللعنة في كل أدبياته وفي كل مراحله نحن نقاتل في سبيل الله نقاتل بشرف نقاتل بأخلاق نقاتل بقيم أما الفرس والخميني وغيره فهم يقاتلوا بواكاحة وحكار فهم يريدوا أن يبث فينا عقولنا الموت واللعن حتى نصبح مجموعة من أمراض وحكد والله لا ينصر القوم الحاقدين أبدا إذن الصرخة مشروع إيراني والصرخة جاءت في هذا المرحلة كإنعكاس له ووفق الحلقات الماضية أكدنا بأنها جاءت وفق نظرية مذهبية وقراطية عنصرية ونازية يعني السنة لن يكونوا خطر على اليهود الشيعة فقط هم عداء إسرائيل وأمريكا ثم يأتيوا يقول بأنه أبا بكر وهم دجانون لليهود بينما الإمام مجموعة من هذه في نشر الصرخة تؤكد لك بأن الصرخة هذا عندما تكون اللعنة عن اليهود هذه الملزمة التي تدعي بأنه كل الأعلام العربي وما كل ما دون الشيعة هم عبارة عن أعوان أو كما سماهم عملاء اليهود معنا ذلك أن اللعنة عن اليهود هي نصا على إسرائيل ولكنها ضمنا على كل يمني على كل سباي على كل عربي لا يركع تحت أقدام الخميني هذا الواقع وهذا الحقيقة وهذا التجربة وتأملوا وعودوا إلى الحلقات الماضية وعودوا إلى هذه الملازم العار أن تكتب تحت عنوان هدي من القرآن الكريم وبينما هي هدي من خميني لا يمتلك أي آية إلا بالتززيف البجحة الذي ينم عن جهل شديد لحسين بدريل الحوثي طبعا كل ما سبق يؤكد بأن الصرخة ليست إلا راية كاذبة لتعطية الخيانة والحوثية والعمالة لإيران والحرب لصالحة الصهيونية وإيران فهذا الموهد ماذا نفعل يعني يتحدث يقول عندما فما هو الجواب على ما نفعل ثم يأتي الصرخة يعني هل هذا هو من باب وعدوا لهم ما استطعتم من قوة المنغربات الخيل الصرخة هذا هو يعني كأننا سنكاثل في مستشفيات الولادة إذا كانت الصرخة هي أحد أدوات الإعداد لمواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى أو أعداء العدالة أو أعداء الإنسانية أو أعداء الإسلام كدين العالمين يعني كيف ماذا نفعل إذا نصرخه ثم تأتي لي بشعار الخميني ثم تصممه بأخضر أحمر أبيض علم إيران ثم تنشره ثم تحدث بأن اليهود والنصارى يأتي بالصرخة ثم يقول هذه الصرخة أليست سهلة كل واحد بممكانه أن يعملها وأن يقولها الحمد لله إنه بممكانه إنها من وجهة نظر الأمريكيين اليهود والنصارى تشكل خطورة بالغة عليهم لنقول لأنفسنا عندما نقول ماذا نعمل هكذا أعمل وهو أضعف الإيمان أن تعمل هكذا في اجتماعتنا بعد صلاة الجمعة وسعرفون أن الصرخة مؤثرة كيف سينطلق المنافقون هنا وهناك والمرجفون هنا وهناك ليخوفونكم يتسألون ماذا ما هذا لاحظوا هنا يتحدث عن الصرخة وكأنه بحوزة آية قرآنية وليس الشعار إيراني وليس الشعار لأول مرة في تاريخ الإسلام نتحدث أو في تاريخ العروبة أنا لم تجد في التاريخ الإسلامي أو تاريخ العروبة من سياسي أو حركة تجديدية صليمة أو صحيحة أو لم تكن صحيحة ذكرت الموت واللعن فقط وحد الخميني من ذكر الموت واللعن ثقافة الغل ثقافة أنا لا أحب أن نذكر المجيوسة أو ما لذاك ولكن هذا هي الثقافة العميقة لما يشهد ويعرف عن الفرصة الحقد وبالتالي هم أقرب الناس إلى ذكر كلمة الحقد والموت عفوا الموت واللعن أما الرسولنا الكريم والخلفاء الراشدين وقادت الأمة الإسلامية والعربية في كافتهم يتم استفاهم على أساس الحكمة مهما كان دركة الصلاح أو الطلاح في مساراتهم ولكنهم ليسوا من العانين ولا باختيار الموت هذا الثقافة وفق الثقافة العربية تمني الموت ولا عن جهرا ورسميا تعني بأنك لا استمر الرجال أصلا أو لا تتمتلك نبل المواجهة ونبل الصراع أو نبل إدارة السياسة لا تتمتلك القدرة على مناورة المكارة أو المكر أو الكيد في معركة الحياة هذا فيبدأ ثم نلاحظه هنا يتحدث بأنه كيف سنتلق تعرفون أنها صرخة مؤثرة هنا استباق دائما من أهم نظريات أو منهج الحوثي أو الدوائر الإيرانية التي صممت هذه ما لازم بكافة سلسلها التنفيق رجل يدعي الحوثي وغيرهم يدعوا في محاربتهم لما يسمى بالحوثيين بأنهم تكفيرين بينما هو ينفق بينما هو ينفق ويدعي أن جميعهم ينفق يتطلق المنفقون هنا وهنا والمرقفون هنا وهنا ليخوفونكم ويتساءلون ما هذا هو يعلم بأنها عبارة عن وركة إيرانية ويعلم بأن هناك منسق له لماذا وسيعلم بأنه كلمة الموت ولعنة غير من ولهذا لم يقبل اليمنين إطلاقا بأن يسمونهم أنصار الله فيه طبيعتهم وظلوا حوثيين لأنهم لا يمثلون الحوثي والحوثي لا يمثل إلا إيران لا يمثل لا يمثل أحد غير إيران ولا يشرف ولا يجثل لا عربي ولا غير عربي ولا شيء فهذا هو الأساس فما يزي التنفيق التنفيق أسوأ لأنها تضمن التكفير وتضمن أيضا التخوين معا عندما أنفق فنعود إلى هذا النقطة وهذا المقطع لنؤكد أيضا مواصلته ونشاهد هذا التأويل التلفيقي أيضا يقول أتعرفون المنافقون المرجفون هم المرآة التي تعكس لكم فعالية تعكس لك فعالية عملك ضد اليهود والنصارى لأن المنافقين هم أخوان اليهود والنصارى طيب أوكي شوفوا التلفيق التأويلي شوفوا استباك الاستدلال بمصطلحات القرآن ثم بالحكم موجبها ثم يأتي بالآية الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الحشر من آية 11 يقول ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون الأخوانهما الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجنا معكم ولن نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لن ننصر لنكم صدق الله طيب الآن أنت الآية هذا وضعتها أنت على أساس أنه قلت بين المنافقين والمرجفون هم المرآة لتعكس لهم فعاليتهم ضد اليهود والنصارى ثم قيت بالآية يا صاحب المسيرة القرآنية ثم استدلت بأن من الآية هذا بدون أي إسقاط أو تدبر أو قياس أو فقه للمكاسد والمآل أو إسقاط للواقع فيما تعانيها أو أكد هذا الصرخة ومن سيعارضها وأكدت بأن هذه الآية دليل بأنهم منافقين وأنك على حق قال فحتى تعرفون أنتم وتسمعون أنتم أثر صرختكم ستسمعون المنافقين هنا وهناك عندما تتغضبهم هذه الصرخة يتساءلون لماذا أو ينطلقون أو ينطلقون لخوفكم من أن ترددوها هذا هو النموذج مهم جدا للتأويل التلفيقي والتلفيق التأويلي يستبق الآيات بمصطلحات التهمة ويستخدم القرآن الكريم ما من مصطلحات القرآن الكريم ما يعطيه تخوين واتهم وقصومه ثم يأتي بالآية بما بعدها بتأويل تلفيقي مهين للعكل ومهين للقرآن ثم يأتي يتحدثن من هذه القرآن وأنه صاحب مسيرة القرآنية بينما هو الدجال متاجر بآية القرآن الكريم أمام الله وأمام الناس وأمام العكل ثم يأتي لأحد يقول أنه بحر في القرآن الكريم أنه بحر في علم القرآن ولا بحر ولا شيء أجير وعميل إيراني لا يستحق الاحترام ويستحق ما يستحق إذن كل يرافض للصرخة في نظره منافق وإذن يتحدث بأن الشعار هم يتحدثون هنا أن الشعار فضح الأمريكان يقولون بأن الشعار فضح الأمريكان فيما بعد طبعا مثل ليس في الجيد المزار ماذا فضح الأمريكان لا تعرف عملية التهويل والبلبلة والتأويل التلفيقي بالقرآن والبلبلة بالتعاية قضية حرب الجدر نجب أن تخوضوها أنتم كمشاهدين قضية حرب الجدران هذه الصرخة التي تضع في كل مكان في كل زاوية عمدا لا تضع بهذا العشوائية يعني هناك الدوائر إيرانية وهناك قيادات حيوثية تدعو إلى كافة المناصرين بالطبع وتعليق الصرخة ذات أعلام إيران ورمز الخميني في كل مكان في صنعها في كل مكان تحت سيضارتهم لوضع نوع من غزوة تصورات في عقولكم تحت كلمة الله أكبر الشعر الخميني ثم نصر الإسلام هذا هو الإهام هذا عبارة عن عملية غزو هائلة لتعطيل ملكة التفسير لمنح العمالة والخيانة والقضوع والسجود لإيران بشيء من الكداسة لوضع عالم إيران في كل بندق في كل محارة في كل مكان في كل من واجه العدوان عليكم أن تعلموا بأن البخ أنه كلمة الله أكبر تعني الخميني لا تعني الله سبحانه وتعالى في السلام لأن إلههم في الأرض هو من يصغر دينهم وليس الله سبحانه وتعالى ولا جبرين ولا الرسول وبالتالي عليكم أن تستخدموا البخاخات وتمحوا هذا الشعار لتحية الجمهورية اليمنية إما هذا الشعار الإيراني أن يبكى أو أن تحية الجمهورية اليمنية هذا شعاركم وعليكم أن تستخدموا كافة الوسائل لطمس لأن هذا الشعار الموضود في كل مكان هو عبارة عن محاولة محاولة لاستخدام الآية الله في منح الكداسة الله سبحانه وتعالى هذا البلاد وعليكم أن تمحوه بمنتهى القراءة كلمة الله أكبر لا تعني بأن الله سبحانه وتعالى عز وجل هو الله المعني في هذا الشعر بل هو عبارة عن تستر ومتاجرة باسم الله سبحانه وتعالى فمحوها بالبخاخات وتهروا البلاد والمدينة بكل وسائل الحيلة دون أن تضروا نفسكم التهلك في هذه المرحلة امحوها لأطفالكم وشبابكم القدرة على محوها ورد حربهم النفسية والعقلين بحرب نفسية شديدة لهم لأنهم يتساقطون ولا يملكون الحلقة القادمة سنواصل الحلقة للجزء الأخير من ملزمة الصرخة في وجه المستكبرين ومستعرضين أهم مساعي حسين بدر الحوثي في محاربة الهوية السبائية اليمنية أكملنا ما يخص هذه الحلقة الرحمة والخلود للزعيم الشهيد علي عبدالله صالح وتحديد جمهورة اليمنية وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا